السيارات الزكية عم تجزو بالمستثمرين إلى أسهم التكنولوجيا والاتصالات تفاصيل بهالتقرير ما في شك أن السيارات الذكية والمتصلة بالإنترنت هي الاتجاه الجديد بعالم السيارات بعد ما بلش عدد كبير من المصنعين يشتغلوا مع شركات تكنولوجية لاختبار أحداث التقنيات لكن يبدو أن شركات التكنولوجيا والاتصالات هن أكبر الفائزين بسوق السيارات الذكية يلي رح تتعدى مثل 50 مليار دولار خلال الأعوام العشر المقبلة مما رح يجزو بالمستثمرين بعيدا عن شركات صناعة السيارات التقليدية فبحسب الخبراء الطريقة المثالية للاستثمار على المدى الطويل هي الاستثمار بشركات تكنولوجية أو صناع رقائق التشيبس ليس بشركات صناعة السيارات وبتتصدر جوجل للمسيرة وبتحاول اقتحام الصناعي اللي بيبلغ عمره مئة عام بإطلاق أندرويد أوتو هو بأول تطبيق بيعمل بالأوامر الصوتية بالإضافة للعمل على نماذج لسيارات ذاتية القيادة ودخلت أبل السباق بمنتوجة الجديدة CarPlay يلي بيتكامل مع وظائف هاتف آيفون وبوقت ما بتزيد نسبة السيارات المتصلة بالشبكة اليوم عن حوالي العشرة بالمية من المتوقع أنه يزيد الرقم للتسعين بالمية بحلول الألفين وعشرين